موسيقى والمؤسس لمركز وي تي للاسنان واحد من ميجسر هزا المجال أهلا بك دكتور نالغالي وحشني جدا مبين الفراعنة ومبين السكانين الأصليين في ألاسكا لفت نظري حاجة مهمة جدا احترام بس كان زمان اسموه طبيب الأسنان العظيم حاجة روعة جدا الحداثة يعني الحاجات الحديثة في الأكل والشرب وأساليب الحياة الحديثة خلت الناس تفقد السنانها مبكرة أكيد طبعا الجنك فودز الأكل السريع الحاجات اللي فيها سكريات عالية اللي هو الأكل برضو اللي فيه سكريات عالية طبعا المشروبات الغزية عالية السكريات برضو كل دي مهو لازم تفهم من مشكلة الأسنان إيه مشكلة الأسنان إن هي فيها مواد عضوية أو مواد معدنية المواد المعدنية دي لو حصل لها أو اتشالت دي اعتبارها المسلح بتاع السنة لو اي مواد تسببت ان المنرز دي تتشال من السنة يبقى انت بتضعفها طيب هي بتتشال ازاي انك ترفع حمودة اللعاب لما تبدأ ترفع حمودة اللعاب تبدأ المنرز تتنقل من تدوب بالعرب يعني تبدأ تدوب المنرز اللي في الأسنان تدوب في اللعاب ويبدأ يحصل الفجوات وهشاشة الأسنان تبدأ تتكسر ويبدأ أفقد في أسنان فطبعا الانواع الأكلات والمشروبات اللي موجودة دلوقتي لأ طبعا تأثر جدا على حالة الأسنان وممكن تسبب تسوس مبكر تسبب تأكل في الأسنان مبكر أو فقدان كامل للأسنان مبكر انا هتقمص لك النارد فيه ناس مش كتير وبقوا ليلين الحمد لله ما عندهمش خبارات طبية ما عندهمش ثقافة طبية فأنا هتقمص لك واحد منهم ده لما بقابله أنا في الحياة بقول له جملة انت بتفركش علينا ولا إيه إيه عمل وساعات بسمع منهم أسئلة يعني لو إيه انت بتتخض تقول يعني انت ما بتزرعش الليه فأقول لك يا عم زراعة ايه ده أنا هعد شهور بقى رايح جاورة ما عنديش وقت هروح للدكتور زراعة الأسنان ده مول كبير قوي ده حاجة صعبة خالص إيه يا الزراعة عشان أفاهم الناس دي الزراعة هي تعويض لشكل السنة ووظيفتها الطبيعية طيب عشان أعوضها بشكل طبيعي ما في المية بقى لازم أكون فاهم إن السنة نفسها بتتكون من إيه جوه العظم مغروس في العظم ومربوط بقى ربطة وعليها اللسم وبقى كده الجزء الخارجي من السنة اللي انت بتشوفه اللي بتستعمله في الأكل ويبتدينا الشكل طيب أنا علشان أحاكي نفس الميكانيزم ده فاحنا حصل اكتشاف في طب الأسنان رهيب جدا إن التايتيني لما بنحطه في العظم العظم بيفكره عظمه بيخش يندمج معي فبدأنا نعمل أشكال من الجدور من التايتيني تبقى شكل الجدر ونبدأ نعمل لها تحضير جوه العظم زي ما احنا شايفين كده التحضير دوت عشان نعمل فراغ جوه العظم يستقبل الجدر التايتيني يم ده وبنسيب الجدر التايتيني من الفترة الكفاية حصل لها التقام أو تعظم وتبقى هي ويبقى الجدر التايتيني يم مع العظم حتة واحدة بعد الفترة الكافية دي بديبدأ نركب الجزء الخارجي بتاعنا يبقى أنا كده عملت تعويض للميكانيزم أقرب حاجة لشكل السنة الطبعية شكل أنا وظيفة ده باختصار الزراع فبالتالي هو إجراء بسيط عايز أقول لك أن الزراع دلوقتي لما تيجي تحسبها لما يجي حالة تقول لي يا زوجتر ده أنا هتوجع ده أنا هاخد وقت حضرتك وضع الغرسة أو الزرع جوه العظم بياخد وقت في حالة أن العظم يكون مناسب لاستقبال الزرع بتاخد أقل من ربع ساعة تمام؟ علاج العصب بياخد قدية يعني ممكن بياخد ساعة مثلا السنان الصغاية السنان الأمامية بياخد نص تمام؟ لكن الزرع بتاخد وقت أقل وبنفس البنج فأنت خايف من إيه بس كأن إنت إجراء بتروح تعمله بشكل طبيعي بتروح تعمل علاج العصب وبتاخد بنج بتروح فيه ساعة أنا بقول لك الزرع لو عظمك مؤهل ما بتاخدش ربع ساعة وبتكون محطوطة كمرحلة أولى وبعد كده المرحلة التانية مرحلة سهلة جدا بيتم كشفة على الزرع وبنركب يعني زي جزء بيبدأ اللي ستتشكل عليه علشان خاطر تاخد الشكل الطبيعي وبعدها بناخد مقسات وبنستلمها في الآخر الميكانزم ده أول حاجة هفوش أعصاب فمش ممكن يوجعك ما بيساويس لأنه هو تايتنيام وزيركونيا أو إي ماكس وخوي جدا كميكانزم انت عارف التايتنيام ده بيعمله منه هيكل الطيرات نظرا لقوته ومقاومته والاحتكاك فهو خوي جدا راكب عليه زيركونيا أو إي ماكس قوي جدا جدا فانت واخد في الآخر ميكانزم يعودك في الأكل ويعودك في الشكل بقوة بقوة أكبر كمان من قوة الأسنان وشكله طبيعي برضو نفس الشخص ده تقول له ازرع أنا بتقمص شخصية حد ما عندهو ثقافة الأسنان مش عارف عنه حاجة مش عندهو ثقافة مبقى خالص فهي يقولك لا لا زراعة ايه أنا باشرب سجاير وأنا باشرب قهوة وسكر عامل ازاي فأنا أقول لي لا ما ينفعكش الأول أكيد ما ينفعنيش زراعة وممكن يكون تقاله فلا أنت ما ينفعكش زراعة طبعا الأول الناس الهيفي سموكر لازم يبقى عارفين أنهو ساعة الإجراء بتاع الزراعة نفسه كجراحة هي جراحة زي الخلع أنت لما تروح تخلع عنده الدكتور وانت بتدخل بيقوم قيل لك فيه 48 ساعة على الأقل أنت ما بتدخلش قبل لو أنت خلع قبل لا أنا بتكلم أنت لو أنت جاي تخلع ده إجراء جراحي فالدكتور الجراحة بيقول لك إيه ممنوع التدخين لمدة 48 ساعة مثلا هو نفس الوضع أنت لما هتيجي تزرع هو إجراء جراحي فهتبقى ممنوع من التدخين الوقت ده تمام وبعد كده عايز تدخن هتدخن بس هتبقى عارف أن التدخين هو مش بيدور الزرعة هو بيدور حالة اللسك والعظم والأربطة اللي في الفم ككل وبيزود نسبة البكتيريا في الفم ككل فالزرعة هتتأثر زي السنة الطبعية فإنت موضوع التدخين هو مش مرتبط بالزرعة هو مرتبط بحالة صحة الفم بالكامل من لسا وأنسجة دعمة عضم أربطة حوالين الأسنان فبالتالي لو فيه أي تأثير هأثر على الاتنين فهو التدخين في حد ذاته ما يخصش الزراع فدي حاجة طيب عند السكر ماهنا المفروض أن أنا مريض السكر بيتابع معه دكتور علشان خاطر يزبط له معدلة السكر وبيعمل سكر تراكمني كل ثلاث شهور طيب لو ما بعملش كده أو مهمل طيب ماهو مش هبهوز السنين بس ده أوعادة موية وأعصاب جسمك بالكامل بيتأثر فأنت مطلوب منك أن أنت اللي بيبع عندك سكر أن أنت تتابع وتزبط السكر بتاعك علشان تبقى في حالة صحية كويسة فأي حاجة أي معدلة هي في الآخر ما لهاش علاقة يعني ما لهاش شكل مباشر أو تأثر مباشر على الزراعات هي بتأثر عليك ككل فآخر همك أنك تفكر الزراعة نكحت ولا لأ بسبب التدخين أو بسبب السكر لأنهو أكيد لو هتضر الزراعة تبقى ضر يتقابله حاجات تاني أكتر بكتير برضو هذا نفس الشخص ده لما بنقعد معاه نقابله عنده سنة مفقودة فنقول له إيه ما تروح تزراحها يقول لك ماشي استنى بس ما إيه أنا بس الشهر الجاي ده رايح المصيف استنى بس لما أرجع من السفرياية أجوز البنت بس وبعدين أروح أزرع أحنا أنا بعتقد إن إحنا ناخد المركز الأول في العالم في التسويف طبعا طيب هو هو هنتكلم فيه طبما يقولك طب وإيه يعني ما أنا بدل ما أزرع السنة دي أزرع السنة الجاي أبو الفكرة بقى أنت خسرت إيه في السنة دي أنت خسرت إن فيه عملية بتحصل بيحصل فيها تآكل للعظم العظم اللي كان ماسك اللي كانت السنة مغروزة فيه دي بتفدل يحصل لها تآكل 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 فتيجي بعد كده عشان أزرع لك مالقيش عظم فقول لك خلاص إحنا محتاجين نزرع عظم يعني نشوف الفيديو هنا هنا إحنا خلعنا طب لو استنينا كده إحنا لسه فيه عظمه بصي بقى لما بدأ نستنى يحصل أنحصر للعظم فجأة زرع ملقيش فساعتها أقول لك إيه إحنا هنزرع عظم تقول بقى حملية طب ما أنت ما أنت كن ممكن تجي تزرع على طول أنت اللي أخرت نفسك فلما أجأ أقول لك أنت بقى زرعة عظم أنت اللي أنت اللي حكمت على نفسك بزراعة العظم لأنك تأخرت فأنت كل خطوة بتعملها غلط أنت بتدفع تمان ما تجيش تلوم الدكتور وتقوله طب يا دكتور هعمل إيه وما تقول لك زرعة عظم ما أقولكش ليه أنت اللي عملت بنفسك كده أنت اللي معتاك زرعة عظم علشان أعرف زرع لك فالانتظار بيخسرك هنا في الزراعة ما تقوليش كل تأخيرة وفيها خيرة لا كل تأخيرة وفيها خسارة فيها خسارة ها طب الدبقة اللي جاي ده التليفونات كده وبيتصل بتزرعه بكام وانتو بتزرعه بكام وانتو بتزرعه بكام وانتو بتزرعه أحط الورقة وكتب ونقق وراح على هذا الأساس وقال لك ايه الجملة المشهورة يا باشا هو كله في الآخر مصمرة بتحط فيها تمام طيب آآ بتشوف أنت الكلام طبعا ما شوفه كتير جدا لو أنت لو أنت ما بدأ اختيارك للزراعة التكلفة آآ فانت بتحكم على نفسك أنك تختار الأسوأ لأنك لما تيجي تقارن ما بين المراكز فتنقق الأرخص أو الأقل تكلفة فانت أكيد ما سألتش نفسك تبقى ليه أقل تكلفة هل هو أقل تكلفة علشان خاطر بيستخدم زرعات رخيصة طيب هل هو أقل تكلفة لأن اللي هيزرعلي من الدكتور المتخصص ما كل دي عوامل بتأثر على نجاح الزراعة طيب آآ لازم أعرف لازم أخد الأفريدج يعني ما يجيش مثلا آآ يبقى تمن الزراعات مثلا سي البلند الفلاني يبقى بتعمل في كل العيادات بإكس وحد تاني يجي يقول لي ده بنص إكس ما هو لإما مش هي الزراعة لإما الدكتور جاي يتعلم فيها ما هو ما هو أنا ممكن في الليرنين كيرف بتاع الدكتور عايز أتعلم فأنا عادي ممكن أخسر يعني مش أنت اللي بدروح تتعلم في الكلاه مش يريد الماتيريا لو بتدفع فلوس صح مش أنت بتدفع طيب أنا عايز أتعلم الزراعة عايز أتعلم على حالات خلاص هجيبي الزرع كويس مش رح أتتعلم فيك عايز يتعلم فيك أنت حر على فكرة في الآخر فكرة دي حقيقة على فكرة في الآخر أنت حر بس عايز أقول لي نس حاج إنه حقيقة إن إحنا وإحنا بنتعلم في بداية حياتنا فأول إمتياز أو قبل الإمتياز بقى في الباكريليوس كنتم بنتفع فلوس للحالات عشان يتكلموا وفي حالات محترفين بيأتي فلوس إحنا بقى عندنا إنت ممكن تدفع ماتيريال تجيب ماتيريال عشان تتعلم وتقعد تتعلم بيها لا إحنا إحنا بنتفع ماتيريال ماتيريال بتجيبه نجيب الماتيريال ده دو إنتو في الباكريليوس الماتيريال دي ويزرعلك بتكون بيتعلم فيك لكن تأكد مليون في الماء إن لو استشاري أو خصاء يزرعها وبيجيب أحسن زرعات وعنده سكسيسريت كويس وده يساوي لأن دي خبرة وتساوي فلوس هتلاقي ليه رنج طول ما أنا في الرنج ده أبقى في الأمان لكن ما جيش أقوم نازل ألاقي الرنج كله في كل العيادات المحترمة رنج معين وأقوم ألاقي حد بيبيع بسبب ربع التكلفة ما لازم أسأل نفسي زي ست بالعربي كده كل الناس بتقول الدهب سعره 3000 جنيه واحد قال له هما جمعنا بيبيعوا بألف هتروح تشتري هتحدي لونجي انت تشتري ليه هتقول لك أكيد ده نصاب أهلا مطروب اشمعنا في صحتي بوافق إن أنا نضحك على نفسي وقول إن ده هو ده فأنت لو حطيت معيار التكلفة واخترت الأقل فأنت أكيد بتحكم على نفسك بأن الزرعة دي أكيد يحصل لها مشكلة ويحصل لها فيليار في الآخر فأنت بالعربي بترمي الفلوس دي مها ما كانت قليلة وبتخسر دايما بديهم مثل بقى بالعربيات يعني مش معقول يعني عربية لها تمن كذا هتلاقي واحد بيباحها بنص التمن تبقى مضروبة أكيد مش مضروبة لا وراءها مضروبة هي معمولة هي مش عربية عربية وحطوا تطلع بيارب دي بتطلع على ورا فيها أي حاجة تكتشب اللي عربيتين الأحدث دلوقتي انتو ما شاء الله بتزرعوا في أماكن يعني بتستغلوا كل العظم طيب جمجوم عشان تزرعوا فيه هو دلوقتي بقى الترند دلوقتي ان احنا الحالات بالذات اللي ما عندهاش أسنان خالص وفقد العظم يعني فقدت أسنان بقى لها فترة طويلة فده بيحصل فيه دمور في العظم كبير ففيه الكسيس بتبقى كبيرة في السن مش عايز يقعد يخش في عملية زراعة عظم ودي عملية بينجي كل دي وبعديها يستنى ستة شهور وبعديها يزرع ويستنى ستة شهور وبعدها يركب في دا يلم المدة سنة وهو كبير وتعبان وعمل رايح جاي رايح جاي فطبعا أهم دكاترة الزراعة والمتخصصين اللي هو زاق أخفف على الحالات وبالك هو دكتور الشاطر مهمته ايه انه يعمل لك النتيجة النهائية احسن نتيجة تاخدها فأسرع وقت بالراحة يعني تبقى في وضع مريح فبدأنا نطور زراعات اسمها الزيجومة إيمبلانت الزيجومة إيمبلانت يا زرعة زي ما تشاف طويلة جدا بدل ما هي بتتزرع في الفك لا بنعدي الفك خالص وبنزرع في الزيجومة في العظمة الوجنة زرعات أمينة جدا تعمل بمنطقة البساطة فيها ميزة مهمة جدا 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 يعني دي الزرعات تقريبا الوحيدة اللي ينفع الحالة تمشي بالزرعات مؤقتة مسبتة يعني ما بتتشالش وتتحط يعني انت هتيجي في جلسة بتزرع زرعات الزيجومة بعد طبعا مراجعة الحالة وإن لا إنها هتنفع بنزرع زرعات الزيجومة وبتبقى متجاهز لها تركيبات مؤقتة مسبتة بتتسبت في زرعات الزيجومة والحالة بتمشي بتاكل وبتشرب بيها من دي وان بعد الزراعة تمام؟ الزرعات ما بين زرعات العدية والزيجومة يعني لقينا جزء الأمام ينفع حط فيه زرعات عدية استغلناه اللي هو الثلاثة الأمامين فوق دول والأربعة الخمسة اللي تحت والأربعة اللي تحت وتحت عملنا من دين فيها بتعمل حسب عدد حسب حجم العط هنا دي طبعا دي بقى تشكيلة أنواع زرعات زرعات أمامية محطوطة ببارل البعض بعد كده الزراعات الميلة بعد كده في الآخر حاسمها زرعات تروجويد هنا استغلنا مش الزيجومة استغلنا آخر جزء في الفك الجزء اللي بيبقى فيه دي سلع الجزء ده بيبدأ المحتفظ بكمية عضم لفترات طويلة هنا زي جومة فخلاص احنا بقى عندنا من الاحترافية أن انت تعمل يعني تحول البقى كده الانشاء هندسي بالعرض توزع زرعاتك بطريقة معينة في حيث في الآخر انت تقدر تعمل التركيبات تبقى الفنكشن الوظيفة بتاعها قوي جدا ثبات وعالي جدا 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 عمر افتراضي طويل جدا وشكل جمالي يعوض لك الشكل الجمالي بتاع الاسنان الطبعية فانت كده قفلت كل المنظومة ادت للحالة احسن نتيجة ممكنة استغلال لكل العضم الموجود في الجزء بزبط يعني انا يعني فكرة ان انا مش ماينفعكش زراع عشان انت ما عندكش عضم اصبحت فكرة تقريبا انتهت الفكرة دي تقريبا انتهت الفكرة القادمة فكرة انا رايح ازرع مش رايح اجمل يعني زي ما بيقولوا يعني ايه فيه بني ادم بيبقى جايب من الصحراء فلما يسكنوه في كشك يقولك انا تمام سكنت الحمد لله انا بعد ما كنت قاعد في الشارع بقى عندي كشك لا مش دا الكنسبت دلوقتي في عالم الاسنان الحديث بقى ان انا انقلك من الصحراء الى بيت لأصر ايه طبعا اه طمام ازاي الزراعة هي مجمو يعني امتجريتد او تكامل لمجموعة من التخصصات تمام اول حاجة الجراحة اللي هو اللي هيزرع وهيديني احسن ثبات يجي بعدها دكتوري التركيبات المتحركة اللي هيرجعلي العضة ويخلقلي العضة اللي كانت موجودة قبل مفقد اسنان يجي بعدها دكتوري التركيبات الزراعة اللي هيعمللي تركيبات ذات ثبات عالي جدا بس بشكل جمالي ما في الماء طب الشكل الجمالي ده في حالات الزراعة بالذات بينقسم الى ايه زي ما كنا بنتكلم في حالات التجميل العادية ان دكتوري الاسنان معني بالPink والWhite Area ايه الPink اللي هي اللسم والWhite اللي هي الاسنان فانا لما باجي عمل تركيبات دلوقتي بقت في معظم الحالات بقت ما بين Combination ان انا عمل الليسة صناعية يبقى شكلها طبيعي جدا مع اسنان يبقى حجمها وشكلها طبيعي جدا واتغيالي الكيس تصغرها لي زي ما انت شايف كده دي كيس لما نبص عليهم استحالة تقول ان دي هي دي استحالة ليه؟ انا كأني غيرت في مرامح الحالة نفسها انا فيه تفاصيل في وشي الكيس اتغيرت فردة الوش الانف الجزء اللي تحت الانف من الشفايف السابورت الليب يا صغر انا دايما اقول انه الاسنان بتنقل الانسان نقلة مش بالسنة والاثنين ده بالعشر سنين طبعا بالخمصاشر سنين وهفضل اقول لك جملة الشهيرة ان دايما الفرق اللي بيد الشباب هو الاسنان الفرق ما بين الصورتين هو فرق اسنان مش السنين هم هم نفس السنين نفس العمر دي هي نفس الحالة في نفس العمر الفرق اللي خلى شكلها اصغر عشرين وثلاثين سنة هي الاسنان اللي تحطت بشكل نموذجي عملتلي سابورت لكل الانسجة بتاعتي خدي شفايفي فردت عملتلي بتاع وشي رجع للوضع الطبيعي فبقيت اصغر عشرين وثلاثين سنة وبقى ده شكل ده ممكن نقول اللي على الشمال دي الام والعالمين دي البنت بالظبط منتهى لكن هي نفس الشخص موارد جدا لما تصغل تلاتين سنة الفرق ما بين الأب أو الأب وابده أو بنته التلاتين سنة العشمال الحجة فلانة العالمين مدام فلانة بالظبط ما ينفعش يعني ده حاجة سواء إن واحد سن بعتقدش إن السنة كان كبير أساسي لا أنا متاليا كانت في آخر الأربعينات بس بسبب فخدان الأسنان كنت تدي حاجة وستين رجعناها تاني لل أربعين للأربعين رجعناها للسن الطبيعي لا أبعين إيه ده خمسة وثلاثين كما تمشي خمسة وثلاثين والله يعني ممكن دي في السن ده تقولك أنا لسه أنا يعني ما تجوزش عادي هنا ده بقى سحر عالم الزراعة إن هو فعلا بيرستور أو بيرجعك للنقطة زيرو تاني ده راجل بقى عشان الناس ما يقعدش قولي هم ستات بس ما ورجالها بتاق فاخدت أسنانها ومحتاجة ترجع شكل وظيفي وشكل أسنان طبيعي خب بالك الديزاين بتاعه فيه التصميم الرجولي اللسه هنا دي مش اللسه بتاعته يعني دي لسه صناعي اللسه إزاي بتعمله اللسه الصناعي دي بقى بتتعمل بتترسم نحت أوكي بتفاصيلها بقى بتعريج وتجي تقوم مدخل السنة تعمل لها حز كأنها خرجة من اللسه واللسه فيها الحرف التاحها لأ دي دي حاجات بتعمل هند ميد نحتين يعني جزء نحت عشان يطلع بص شكل اللسه استحالة استحالة هتقول إن دي لسه صناعي هل ممكن حد يغلط ومعملش اللسه ده بشكل ده بص هو في الآخر هي مهارات أه والمراكز بتتقاس بالنتاج النهائي تو بص على النتاج النهائي دي تعرف المركز ده هو فين ما هو فيه ناس بتشوفها مركبة تركبات زراعة أنت عايقوم لك بحاجة بسيراميكا تعمل وظيفة تاكل وأحيانا ما تعملش الوظيفة كمان لو مش مظبوطة لأن الوظيفة في الطحن لازم الدروس تتحطي بقى ما جنها صح النابي بقى في مكانه صح السنان اللي قدام هو ربنا خلق السناننا في منظومة الأسنان الأمامية اسمها قواطع يعني تقطع الدروس الخلفية اسمها طواحن يعني تطحن لو مش كل درسة أو سنة بيقوم بوظيفته اللي ربنا خلق أهله فأنت في حالة إهلاك وفي حالة عدم انتظام وعدم وما فيش بالانس ما فيش اتزان عدم الاكتزان ده يعملك مشاكل في مفسر الفك يدايقك يخليك طول الوقت ممكن العضة الغالب تخليك بالجزة على سنانك فتخليك تعمل مشاكل لمفسر الفك فأنت لازم كل حاجة تبقى في مكانها صحة مية في الماء إزاي الزراعة بتغير دهنامكية شكل الوش يعني هنا الحالة دي الشرح حالي بقى بص إنه لو ده السن يعني هنا بقى هنا حصل له مشكلة إنه زي ما قلنا الفك اللي فوق بيتاكل بسرعة نتيجة طبيعته فبعد ما اتاكل هتلاقي دايما فيه تقدم للفك السفلي عن العلو بقى شكله فيه كونكافيتي مع أنه ده مش شكل طبيعي لما بتيجي بقى تصمم التركيبة النهائية في الزراعة لازم تعمل حسابك إنه انت هتسابورت اللي سا لانتحس إنه لسا تنفخت طلقت لمكانها بقت سابورتد بقت متقدمة عن الشفاف اللي تحت بقت شفافه اللي فوق واخد رسمتها الطبيعية ليه؟ لأنه انت بتعمل الديزاين انت بتعمله ثري دي على وشه وبتجربه بحيث يبقى فناتك بينطق صاح عامل سابورت اللي شفافه صاح فرد شايف الجزء ده؟ شايف الجزء ده في خده هنا كان عامل ازاي؟ بصت فرد ازاي؟ فانت هنا فعلا انت فعلا أنا دايما كنت بقول ايه؟ مين اللي قال إن الزمن ما بيرجعش الورا؟ احنا بيرجع الزمن الورا احنا بنعرف نرجع الزمن الورا عشان كده دايما نقول لأي حد قبل ما تعمل تجميل عادي لازم تراجع الأول طب الأسنان بتاعك شوف وضع سنانك ايه؟ طبعا لأنه في ناس بتروح تعمل فيلر على ما فيش سنان خلف ايه ما دي ده ده عاملت فيلر لو جابت حقن الفلر اللي في العالم والشه هيتفرد؟ لا وكمان هيتهدل هيتهدل زيادة لازم تريستور وضع الوش وعضاءه وعضلاته والجلد لوضعه الطبيعي ترجعه الوضع الطبيعي للشدة الطبيعية بتاعته بعده بقى لما يبقى عندك ترهم اللي يبقى اشتغل لكن الأول روح صلح كل أسنانك رجعها الوضع عدتها الطبيعية استعيد او عوض عدتك ورسمة أسنانك ووظيفة أسنانك تأكد انك تبقى حلية 80% من المشاكل التجميلة بتاعته نورت وشرفت شرفت بيك ضيف العزيز الاسم المتميز الغاية والصديق والزميل العزيز يعني عشرة عمر جميلة جدا في عالم الطب عموما وعلى المستوى الشخصي طبعا بيبدع دائما ضيف العزيز دكتور نوردين مستفى المتخص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان المدرب المعتمد بالجمعية الدولية لزراعة الأسنان والمؤسسة المراكز الزوائتي للأسنان نورت الدكتور شرفت بيك العزوم النهاردة عالمي آخر مرة أنت اللي عزمت هنالعزم المرة النهاردة على حسابك هي مرة ومرة حيلا وقوي يلا نغفل عشانك خليكم مع الدكتور اشتركوا في القناة